مهلا نولا حروح لفقرتنا الختامية لليوم وخلال فصل الصيفة طبعا ودرجة الحرارة العالية والجفافة اللي بيصيب الناس كلها بشكل عام منعاني من التوجه طبعا للمسابح والبحر وما إلى ذلك وأيضا نتعرض لكتير من مواد التعقيم القوية يلي مع الوقت ممكن تكون تعمل أضرارها وتترك آثارها سيئة على بشرتنا وحتى صحة الشعر والأظافر كل هذا الموضوع رح نحكي عنه بالتفصيل والمواد اللي بيتم استخدامها كيميائيا مع ضيفتنا طبعا الكيميائية براء أحدات صباح الخير وأهلا وسهلا فيك يا صباح النور صباح الخير وأهلا وسهلا فيك لما نقول فصل الصيف يعني نحرف نحنا قديش فصل الصيف بيكون حار وقديش فعليا بيأثر على بشرتنا إن كان أو على أضافرنا أو حتى على كل التفاصيل يمكن اللي منعتني فيها بما يخص الجمال خير نحكي اليوم كيفينا نحافظ على بشرتنا خلال فصل الصيف ببعض الخطوات يمكننا الصحية اليوم صحيح يا صباح الجمال والإشراق والإيجابية تماما منعتبر نحنا فصل الصيف للنشاط والحيوية صحيح لكثرة الطلعات وأي شيء نحنا منكون بنتمنين نعمله بالصيف لكن بدي تكون الصبية أو السيدة أو ستة البيت أي حدا بيحب كتير يطلع بدي يكون عنده خطوات كتير يتقيت فيها من أجل الحفاظ على هاي البشرة الصحية المتوازنة أولا بدنا نبلش منذ الصباح الباكر لما نحنا بدنا نطلع على شغلنا بدنا نكون حروسين على تنظيف البشرة بشكل جيد بعدين نحط الواقع الشمسي اللي ممنوع نطلع بدونه الأهم من هذا الشيء الواقع الشمسي لازم يكون أعلى درجات الحماية 80-90 المهم أنه يكون بأعلى درجات الحماية مشان يعملني وقاية من أشعة الشمس اللي هي الأشعة فوق البنفسجية A و B الأشعة اللي بتسبب الإسمرار والنوع الثاني اللي بيدخل لطبقات الجلد الداخلية وبيتغلغل فيها وهي للأسف اللي بتسبب لك الإسمرار والأمراض الثانية الأمراض اللي مثل التصبغات، الكلف وفيما بعد للأسف نحن بدنا نضطر لعمليات تقشير وغيرها لذلك الواقع الشمسي لازم تكون حريصة أن يحطه على كامل البشرة مع الرقبة مع المنطقة المكشوفة مثلا من الإيدين بالإضافة أنه لازم نحن نجدده كل ساعتين لأنه راح نلاحظ بعد مرور ساعتين بدت تبلش البشرة بالإحمرار لذلك يجب التجديد هلا بدي قول على نقطة معظم السيدات بتقلك أنا حطى واقع الشمسي عادي يمشي تحت أشعة الشمس هذا مفهوم خاطئ مو معناته أنتو إذا حطيتو فيكن تمشوا تحت أشعة الشمس هذا المفهوم جدا خاطئ لأنه هذا الشي بسبب التعرق الزايد للبشرة بصير أطراح للعرق بالبشرة كله وبالجسم فللأسف ممكن يصير فيه إزالة لإله لذلك نحن نكون حريصين على هذه النقطة أي سيدة بتفضل تحط طائية لتحمي الشعر من أشعة الشمس بالإضافة للبشرة ما في أي أشكال نقطة تانية نحن على وقت اللي نرجع على المنزل بدي يكون حريصة على نقطة ما نتكاسل إنه والله بعد ساعتين ثلاثة لغسى الوشي وإيدالي أبدا أول ما تفوتوا على البيت المفروض غسيه للأيدي بالماء والصابون بعدين البشرة بدي أغسل كامل البشرة بالغسول المناسب لإزالة أولا الأوساخ والأترب العالقة من الجو الهواء اللي محيط فينا اثنين طبقة التعرق اللي بتكون ظهرت على البشرة ثالثا أي كريم بيكون محطوط اللي هو الواق الشمسي وممكن سيدات بتحط فونديشن بدي يقول إنه أنتو الكريمات اللي عم بتحطوها هي عبارة عن مزيج مواض عضوية ولا عضوية مزيج من الزيوت مزيج من الألوان لأنه نحن منكتر كتير ألوان لأنه الواق الشمسي هلأ صار عم يطلع بشفاف ولون تاني صح كل هاي الطبقات لازم نعمل لها إزالة بالغسول المناسب ليش؟ مشان ترجع تتفتح المسامات ترجع تتنشط البشرة من جديد بعض مننا أنا بحط مثلا ماء الورد كريم المرتب اللي لازم نحطه هيك أنا بحافظ على هي البشرة المتوازنة نقطة تانية الناس اليوم بلا شرق تتخوف من موضوع الأمراض طالما نحن ببيتنا لن نلجأ لتعقيم إيدينا بالكحول وغيره أبدا ماء وصابون كافي ترطيب الجسم بالشكل اليومي كيف يعني؟ الاستحمام بالشكل اليومي ومننا عملية معضلة يعني أنه أنا شو بدي استخدم هي عبارة عن صابون الاستحمام الليكة وخاصين لحدا يقول بدي إلجأ لمعطرات وغيرها لا 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 أبدا ماء دافئ أو ماء البارد بالإضافة لسائل الاستحمام هيك الإنسان بيكون حافظ على نظافته بشكل يومي كامل جسمه بهذا الفصل اللي للأسف بيصير فيه ارتفاع بالدرجات الحرارة كتير امتشار للأوبئة بشكل كتير نشاط البكتيري بيصير أوسع بيكون واسع الطيف نوعا ما سواء للجسم سواء للبشرة حتى للشعر بشوية خطوات نحنا بنحمي حالنا كجهاز صحي متوازن ومتكامل أكيد أستاذة براءة يعني مثل ما حضرتك حكيت يمكن هذا الفصل بيكون الهاجس عند الناس اللي هو البشرة طبعا وموضوع مثل ما قلتي الواقي الشمسي والهاجس الثاني اللي هو التخفيف من حالة التعرق صحيح بعض هاي المنتجات مدى صحة هاي المواد الكيميائية استخدامها والطريقة الأنسب اللي بتشوفي يا حضرتك تماما فعلا نحنا مع ارتفاع درجة الحرارة تلقائيا الجسم بالديوتراح هذا التعرق وهي حالة صحية نحنا ما فينا نكبة العرق العرق هو مزيج للطعام اللي نحنا بناكله فطبيعي يطلع بهي الطريقة بهي القطرات اللي بتتناسر بكل أنحاء الجسم لكن في مناطق للتعرق معروف انه مثلا تحت القبط هي المنطقة الأساسية باطن اليدين وللأسف القدمين باطن القدمين هلأ في ناس عندها زيادة كتير بمعدلات جدا عالية بيرجاءوا للبوتوكس اللي هو تحت بمنطقة القبط باطن اليد والقدمين إذا أنا ما عندي لهي المرحلة العالية جدا كيف أنا بدي أحمي حالي حضرتك حكيتي على موضوع الشبه أنا بحبها أنا بعرف حالي إذا مثلا طالع مشوار كتير بعيد وبدي أستغرق ساعات جدا طويلة برات المنزل أنا بحطها بس كيف أول شي ما بكتر طبقات يعني بمسك طبقة خفيفة منها بحطها على استفنجة وبمددها بمنطقة تحت القبط مرة واحدة ما بكتر لكن شو الشرط الأساسي لما بدي أستخدم هاي الكريمات كون نظيف تماما قبل الاستغرق نظيف تماما ما نحط فوق مواد تماما ما في جروح هدا أهم شي لأنه معظم السيدات لما بترجع لعملية إزالة الشعر ممكن يكون بطريقة عني فيسبب جروح تترك هاي الخدوش أنا بدي أكون حريصة ما تكون موجودة عندي مشان وقت حط هاي المادة ما تتغلغل داخل البشرة آخر الدراسات الأمريكية بمجال التجميل والكوزمتكس كلا كان في دراسة أنه دائما مزيل التعرق وشبه وغيره ينضيف لها مادة اسم الشب الألمنيوم هاي المادة مرة بعد مرة بتسبب تراكم وترسيب بالغدد المفاوية مع الوقت لا سمح الله ممكن تسبب سرطان السدي هاي اكتشفت حديثا طيب أنا ما فيني أتخلى عنه وبنفس الوقت في طريقة لأعمل حماية صحيح الطريقة الحماية بس يعني بعد استخدامه أنا لما أرجع البيت بس بعمل حمام بعمل إزالة كاملة لهي المادة هي وغيره هلأ مزيل التعرق كتير في عندي اليوم السبلاش مثلا السبلاش هو عبارة عن محلو الماء مخفف من العطور اللي احنا نستخدمها معطر صحيح تماما منضف الكحول للقضاء على البكتيريا اللي هو الكحول الإيتيلي بالإضافة إلى الجليسترين ومواد أخرى حافظة بالإضافة للألوان حط أنا لكن ما كتر بدي أقول ملاحظة جدا مهمة لكل السيدات يا صبايا أول ما تطلع رائحة التعرق على الجسم لا تبخوا أي نوع من العطور طالما طلعت رائحة التعرق صار فيه نشاط بكتيري صار بدنا نجسي الماء وصابون تمام لا يزال إلا بالماء والصابون ما حدا يقلي أنا كترت عطر أو رجعت حطيت الشبن تفاعل الروايح بصي أسوأ للأسف لما تطلع رائحة التعرق نحنا نسمي ريحة التزنخ من وين تأتي التزنخ؟ ممكن نحنا من طبيعة الطعام اللي نحنا مناكله قد نكون ناكلين جبنة بصال لحوم كل هذا كل واحد فيهم إلو ريحة خاصة ونوع من التفسخ خاص فيه نحنا نسمي التزنخ الألدهدي خلاص متى ما صار على البشرة لازم أنا أتحمم ما إلجأ إلى أي نوع من الواقيات أو من المزيل التعرق يتحدث عن ديودران لا تكتروا منه لديه نوع من الكحول للأسف إذا كترتوا منه خاصة الرياضيين الديودران مرتبط بالرياضيين طالما موجودين في الصلاة الرياضية وطول فترة التدريب تجد أن يبخ يقول لك عميوجاني راسي وهو محاسس للأسف لأن ديودران فيه مادة كحولية ولازم نضيفها لن نستغني عنها هي اللي بتقضي على النشاط البكتيري بيقول لك أنا عميوجاني راسي إي أنت كترت الجرعة كترت المادة اللي عم تنزل على جسمك على تيابك على شعرك لأنه هي رزاز مجرد ما طلع بالجو بدو يتساقط على جسمك وعلى المكان الموجود أنت فيه فهو اللي بيسبب لك الصداع ما بيحس الإنسان بس بيقول لك راسي عميوجاني هو ما نوعفان هو من كتر هاي المواد اللي نحنا عم نستخدمها اللي بقوله ما فيني أمنع أي مادة لأي سيدة أو شاب أو صبية نحنا فقط الاعتدال باستخدام كل شيء مجرد ما رجعنا على البيت نحنا بدنا نتفاعل مع الهواء الموجود اللي موجود معنا فلذلك بيسبب نشاط بكتيري أو ساخ أتربة بده تعلق على الشعب وعلى التياب وعلى الجسم كله رجعتوا على البيت يفضل الاستحمام هو الأمام هو المفتاح الأمام طب ختاماً وسريعاً ما معنى وقت كتير كتير من الناس بتروحوا الصيف على المسابح سيدات الولاد بشكل كتير كبير خلينا نحكي بنعرف نحنا هاي المسابح تعقم بالكلور وعدة مواد بتأثر نوعاً ما على بشرتهم أو جلدهم أو ممكن يكون إلى آثار سلبية يعني نعطي بعض الخطوات للحفاظ على البشرة والعنايفية بخصوص هذا الموضوع تمام، هلا أشوفي أي حدا بده يتحضر ويروح على المسبح بده يحط بيباله النضارة لحماية العينين من الليكلور دائماً المسابح ما بتسمح لأي حدا يصبح بلد طائية مشاهم ما يهر الشعر بالمسبح ويسبب انسداد للفلاتر الصبية بده تكون حاطة طبقة من الواق الشمسي بالإضافة للصباية اللي بيحبوا يعملوا البرونزاج فيه كريمات هي من زيت الجزر بيحطوها على الجسم معروفة كتير بالسوق المحلية وآمنة جداً الفكرة اللي بدي أحكيها لما البنشمري حت الكلور هو الأمان الكلور ري يعطي عقامة للمي من المواد التانية اللي موجودة بالمي نوطة التانية بيأثر على أطفال شيء ولا؟ لا 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 التأثير هو خفيف جداً بالعكس المي إذا ما نخطى له كلور نحنا المادة ما نسميه هيبوكلوريت السوديوم أو منضف له مادة الحمض تحت الكلوري لو لا نحنا ما فينا نضلب المسبح لهي ساعات لطويلة هو الفكرة اللي بيصير أنه نحنا أحيانا ما نضلب المسبح ساعتين لثلاث ساعات هاي أقلوها بتلاقي الأطفال والسيدات البرنامج لقيلون شو بيصير عم نسبح تحت أشعة الشمس فبيسبب هاي الحروق لكن نحنا مجرد ما طلعنا من المسبح المفروض نحنا نستحم من مياه نقطة الثانية إذا حسنا أنه نحنا بتلعنا كمية من مياه المسبح ما نخاف لأنه أنا فيني أتخلص منه أول ما أرجع للبيت فيني أشرب كاسة من الحليب الحليب فيه فوسفات الكاليسيوم وكربونات الكاليسيوم بتتفاعل مع الكلور اللي أنا صار مترسل بجسمي ويطرح خارج الجسم الموضوع جداً آمن ما نهي الخطورة بالعكس المسبح للانتعاش والحيوية والنشاف نقطة الثانية ليخفف عني وطقة الصيف فهو معنو بهي الهوس اللي نحن نفكرين أنه جداً بضر على البشرة أو على الشعر أو على الجسم أكيد نتمنى الصيف جميل وحلو لكل الناس بإذن الله نحنا كمان نتمنى ونشكرك على هالنصائح القيمة اللي قدمتها اليوم لكل يلي عم يتابعونا وشكراً لوجودك معنا شكراً للكم أكيد نتشكرك شكراً لوجودك معنا اليوم